السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فيقول الله سبحانه فاذكروني أذكركم واشكر لي ولا تكفرون فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا في إن الله يقول إن الله وملئكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كذا فإن الله جل ذكره يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله أستعين بالليل الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله تفضل أنا عندي شخص سؤالين السؤال الأول إذا دخلت الصلاة في كامل طعام بس أنا مش عارفتش بي قبل أن أدخل في الصلاة عفوا ما السؤال دخلت الصلاة كبرت ودخلت في الصلاة وبعد راستين حسيت أن أنا في فمي طعام بس أنا حسيتش بي حسيت إيه حسيت أني في فمي طعام أحسست أن في فمك طعام من بعد أن تكبرت ودخلت الصلاة الصلاة صحيحة لا توسوس لا أنا معرفة يا أخي خصفت لا توسوس ما كلنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقيمة الصلاة وفي يده كتف شاة كان يأكل منها فدخل في الصلاة ولم يتمضمط ماشي جزيك بخير يا سيد أن برد الوالدين أنا أسمع كلام مولدتي وأحسنينها وقم أو كده ولنجم أن أنا مثلا أبوز إليها أو كده الأمر واسع يعني الأمر واسع يعني تكملت البر يعني لو أرس برها طريقة اللي ممكن أبرها بيها ديها الواجه الكامل يعني والله ما كل الأمر فيه ساعة ما اسألت تقبل اليد ونحو ذلك ما أردت فيها النصوص المهمة تشعرها أنك تحبها وتجلها وتبرها أبوك معه فلوس يستطيع الباء يعني يستطيع الباء يستطيع والله الرسول عليه السلام يقول من استطاع منكم الباء تفل يتزوج يا معشر الشباب ومن لم يستطع فعليه بالصامف إنه له وجاء لكن انظر مسألتك مع الحكومة التي تمنعك من الزواج إلا أن تمنع يعني أقضي الناس عندنا هنا في مقامنا أنهم يعني نتشمعهم كثير يعني ما لن بالناس المهم أنت الآن مع حديث رسول الله يا معشر الشباب أنا استطاع منكم الباء تفل يتزوج السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لا سمعت أنا كان عندي مكبر صوت قبل أن أجعل مكبر صوت الشخص قال لي أنه يريد لريحنا يعني بس أنا باته للشخص ده هل المال اللي أنا حصلت عليه من بيعي للمكبر الصوت حرام ليس بحرام إثمه على نفسه لأنك ما عندك يقين أنه سيستعمله في الأصيان هو غالب الظن على أهل البلد للأسف أنهم يعني يستمعون للغاني خلاص قدر الله ما شاء فعل تصدق بجزء من المال كم النسبة ما في نسبة محددة تصدق بأي جزء جزاك الله خير وياك السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يثبتك ويثبتنا ويجزيك ويعننا كل خير وياك أنا عندي حطي لك في التلفزيون عشانا أتكلم مع حضرتك لحظة أنا رجل مسن عندي خمسة وستين سنة حصلت فيه مشكلة اللي ابني اتكرر له شهادة ميلاد فأنا مغرر بحالة صحية صعبة شوية وضحت الفلوس مع أحد الناس لتدورها فقال لي خلص مشكلة ابنك دي عشان ممكن تعمل لها مشكلة في الميراث لأن شهادة الجسم الزيادة دا شخص غير موجود فالمحامي قال لي اكتب بيع لأولادك عدي أول مشكلة الثاني مشكلة بقى زدتي وبنتي الاثنين قاعدين عاجزين عن العم ومعي الابن الثاني شارت شوية زدتي لها مال عندي في التجارة اللي أنا بشغلها بس غير محددة المبلغة دي بالزبط وبنتي شليتني شوية فبفكر أعمل شيء إن أزود الزوجة والابنة قليلة في عقد البيع اللي أنا هعمله دا إذا كان هذا العقد أنت لا تفهل عقد بيها ولا أي شيء إن كانت المشكلة فقط إن في مشكلة عندي أحد الأبناء في شهادة الميلاد رفعت قضية لها ولم أستطيع أن أحلها لحد دلوقتي والسنين بتمر طيب اسبر عليها بس نعم يا شيخنا اسبر عليها بس أنت ممكن تنظر كم نصيبه من الآن وتكتب ورقة بنصيبه في حال وفاتك وتحفظها مع شخص أمين عقد بيها وشرب نصيبه من الآن ولا تسلمه الورقة لا تسلمه الورقة وإذا قدر الله عليك وفاه يأخذ نصيبه كسئر إخوانه قدر له أنه مات أو أردت أن ترجع في ذلك رجعت فالمناسب خلاص أنت شاكك في أولادك الآخرين شاكك أنهم ممكن يحرمونهم من الحق اكتب له الحق عفوا يا شيخنا أنا لم أوضح النقطة مش وضح المكرر في الاسم ده شخص غير موجود ده شهادة ميلاد خرجت خطأ هذا أول مشكلة يعني الولد ابنك ده مش في مدارس بروح مدارس أنا عندي واحد في مدارس موجود وطلع له شهادة ميلاد زيادة بالخطأ يعني أصبح له شهادة ميلاد فلما قدي عمل مراس مع أشريكي قال لي حل المشكلة لإني لو طلع الاسم الزيادة لازم نجيبوه عشان نقدر نوزعه الميلاد هادي واحدة وانا رفع قضية عشان تحزي الاسم وبقال لي سليم مش عارف أصلحه هادي أول أول دي دي أول عفوا عفوا يعني أنت تريد في النهاية أن تعمل تكتب الموريس من الآن أيوة بالضبط عايز أعمل عقدي بيع الوراث الحقيقيين واسيبي الاسم الغير موجود هادي أول سؤال طيب لأن الاسم الغير موجود هيعكر عليهم بعد كده المعظم المال في إيد شريك نحسابه أمين بس قال لي حل المشكلة دي عشان لو وراثتي ولا وراثتك نعملوا مشاكل مع بعض ويطلع في علام الوراثة هذا الاسم ويعمل لنا مشكلة السؤال الثاني بقى فهل يجوز أننا يبيع كده السؤال الثاني ما أنت فرطت علي فرض أنت بتفرض علي رأيك لا يا شيخنا لو أنت أقول كلي لا أه ما أنا بقول لك أن يعني أنت بتفرض علي بطريقتك في الكلام رأيك أنك لازم تبيع بها ما ليش لازم السؤال حامل لعلي كده شيخنا إذا أنت علمت النهاية يعني أنا ما ليش دخل في هذا الموضوع أيضا اسأل بقى سؤال غير هذا السؤال سؤالك أنت تريد تميز تؤتهب لبعض أبنائك بنت مع وقى مثلا معاقة أو لزوجة معاقة برضو معاقة برضو ممكن تعطيها شيئا من الآن في الدنيا قبل وفاتك ولا توصي لأنه لا وصية الوارث طب أنا هعطيها زايد هم معاقين وأنا اللي بقول لهم حاليا أنا اللي بقول لك ممكن تسلم لهم الآن مال ليحفظ مع شخص أمين هذا المال هذا من الآن لزوجتي ولبنتي كبه؟ المالك تجارة يا شيخنا ما لو خدتوا حقا في التجارة وأقلل الدخل خلاص سبها لله الله أعلم أنه متولا يعني أنا لا يجوز أن أميز لسبابه الأسباب اللي أنا بقول لهم بعد الوفاة لا يجوز يا والد لأن النبي قل وصية لوارث أنا بقول لهم حقا دلوقتي وأنا قبل ما أمل الوفاة سلمها ممكن في الدنيا بس بشيء بطريقة لا تجحف بسائر الورثة لا تظلم ظلما بين السائر وصية أشياء خفيفة لا بأس يعني في حدود التالت ولا ممكن أزود عن التالت لا 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 ما في التالت إيه إنت أتأكلهم ليه التالت ظلم لسير الأولاد ظلم الإبن ده اللي أنا ده عايز أخد منه شوية سفيه قليلا لا وجود المال مع أخوة إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل للزوجة الثمن نعم ربنا جعلها الثمن أنت تريد تعطيها شيء ثلث كمان إضافة إلى الثمن لا لا ده أنا حوزع الثلث بين الزوجة والبن أفكر في كده والله أنا لا أنصحك بهذا يعني لا يجوز إن أنا ما قلتش لا يجوز برقنا أنت بتستنصح وأنا بنصحك ما تدخليش في يجوز أو لا يجوز أنا يا شيخ نائل اللي انت حتول عليه حنبخذ يا أنا ما شاقدر أكلمك إلا عن قرب عن قرب واجتماع جيد ما ينفع كده في الهاتف يعني ينفع أكلم حضرتك ماشي لا بأس لا بأس بس ما تشينو مرهق في سؤالك كده خليك سهل شوي سمعي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ برداتي لو في زوجة بقالها سنتين معلقة يعني هو رمى وانطلق في التليفون وكده وصيبها بقالها سنتين هو حتى مش عايز يثبيت الطلاق ولا أي حاجة وهي مش عايز في محاكم ووصلت لأحكام لكن هو سافر يعني ما قادش موجود خالص فهي يعني بقت هي الأب والأم وهي اللي بتشتغل للمعنهار عشان بكث يعني إيه السؤال ما السؤال الآن يعني دراسي حل الزوجة ديت ايه ولا حل المطلقة دي ايه هي طلقت هو طلعه بالتليفون كده من زمان يعني من ست شهور ولا سبع شهور يعني هي ليست زوجة الآن آه لكن على الورق زوجة آه وشخص ظالم كلمه الناس يكلموه مفيش حل والله خالص يا شيخ هو سافر أصلا يعني خالص هو صدر عليه أحكام بالسجن عشان عدم النفع فعص إرفع طلاق للضرر قضية طلاق للضرر ارفع قضية طلاق للضرر السلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك عشيك مصطفى الحمد لله انا بقول له عشيك عشيك مصطفى يعني أنا كنت يعني بسأل يعني أنا دلوقتي أنا مدرس انجليزي تمام وبعدين أنا ايه يعني لقيت الدروس مش ماشي معايا وربنا بيوزلوش في الدروس وكده يعني فأنا ايه واحدة تعلمت ثانوت الموبايل واشتغلت باع واحد المهم قال لي اتفق معايا أول من أول يوم شغل من المكسب والخصاة بالنص تمام انت تعلمت تصليح المحميل اه وبعد ذلك نكسب الخصاة بالنص يعني لو فيت حاجة برضت مني في المحمول أو كده بتحمل تمامها لو هو لو المكسب برضو بيقسمو بيننا أو بين بعضه تمام 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 فأنا ايه اه يعني يعني جيه وبعدين ايه بعلنا كم اسبوع ما شاء الله بنكسب ما بنخصاش وبعدين خصورنا خصورنا مية وسبعين جنيه تمام من قريب يعني فهو الاسبوع ده فقلت له خلاص هاشتاب نصه وانت نصه قال لي لا انت عشان مش متمكن ومش هاسف انا مش شايل معاك حاج وانا يا شيخ مصطفى ايوه فأنا سبته انا بصراحة يعني انا كنت قابلها فعلا مش هذبه خلص بس الموضوع يا عمي خلص ايه الموضوع يعني الموضوع اتفاقتم على اتفاقه هو غدر بيت هو ايه اه فأنا سبت المحل يعني فأنا مش عارف يعني انا مش عارف يعني انا مفيش ما كلمنا على التليفون الخاصة اللي احفظك اه كلمنا على التليفون الخاصة اسمع منك انا حفظك انا ممكن فوق الضبابي عقبني يعني انا معرفش والله هي الموضوع لا اتقول على الله سيبني تصلبي على الهاتف الخاصة اسمع منك جيدا مسائل الخاصة ما تحتاجش كده السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويف حالك شايفنا الحمد لله بخير والله ملك الحمد أخذ بك نعم سؤال شايفية عايز بس حضرك تودي رسالة للناس الذين يظنون ان المشايخ وطلاب العلم يعني لا يخطيون جزاك الله هم بشر المشايخ وطلاب العلم بشر ممن خلق وغاية أمرهم ان يكونوا اعرف بالشرع من غيرهم ويبقى النظر في العمل فنحسبهم ولا نزكيهم على الله أكثر عملا من غيرهم في الإجمال لكن من ما يمنع أن يكون هناك من لا يطلب العلم وأقوى في ذكره لله وأقوى في ورعه من غيره بارك الله فيكم السلام عليكم عليه وسلم عليكم عليكم السلام ورحمة الله أعبك في الله يا شيخان أحبك الله الذي حبتنا له بالوقت يا شيخان أنا كنت شاب مقدم على وظيفة يعني وخلاص ماشي إجاباتها والحمد لله في طريق القبول فيها لكن الفكرة وجدت يعني إن الشغلانة هيكون فيها مخلفات شرعية الشغلانة نفسها يعبر أن أنا هكون كاتبا بمحتوى أو مسؤول عن مواقع مسؤولة عن مواقع سياحية مسؤولة عن جذب السياح ومثلا بتعامل كلها مع أجانب فالمواقع بتكون تخصصها أنا مثلا موقع مثلا خاصة لن أستطيع لن أستطيع أن أجمع معك في النهاية إذا كنت ستعمل عملا ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم لا بأس عمل يضر المسلمين في دينهم ودنياهم لا يجوز لك إجمالا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل إزاي تحضرتك يا شيف الحمد لله طيب لو سمحت يا شيخنا إحنا في مواقع الإنترنت أنا كنت أتكلم تحضرتك في آخر المكالمة ده أتكلم تحضرتك ما تنشع في مواقع الإنترنت وفي البرامج لما بيجي نسجل في المواقع دي بيستجل المستهد الجديد مثلا بيكون فيه اتفاعية استخدام وفيكون من الشروط الاتفاعية دي بعض الشروط في الاتفاعية دي شروط باطلة زي الاحتكام القوانين الوضعية والمحاكم الوضعية عند النزاع واحترام القانون الوضعي والأديان الباطلة كل القوانين كده في مصر كل العقود كده عند التنازع يرد الحكم إلى مشارة محكمة إيه الابتدائية محكمة إيه الكلية كلها دي فينظر هل هل الشيء التجارية فيها مخالفات شرعية عند القضاء أم لا فيعني والحاجات دي الموافعات دي بيبقى مجرد موافعات سورية بس احنا مندود موافع وخلاص عشان نحمل البرنامج أو ندخل الموضع خلاص ما في مشكلة عليك إن شاء الله أنت في ذينك أنك لن تخالف شرع الله ولن تصادم شرع الله لا بأس إذا كانت مبرد أوراق السلام عليكم برك الله فيك يا شيخ يا بحقل وجزاك الله وكل خط السلام عليكم برك الله فيك يا شيخ يا وعلا عليكم السلام عليكم نعم يا شيخ هنا كنت عادة ستشير حضاك في أمر أنا شغال مع مهاول وكده في عمل نقاشة وكده يعني أيوة شغالين مع مهنسين وكده فابنقوا منهم شغل بيصادف شغل بنوك منخدش نوظف لبنوك وكده على هذا يكون فيه شيء من الحرومانية تعمله إيه ماذا تصنعون في البنوك اعني دهناد أنا شغال نقاش بذهن ليس عليه كائز يعني أكمل في الشغل إن شاء الله ليس عليه كائز السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحيء الله الشيخ وصفاك وحياك كفيت يا سيلا الله وتكرمت السؤال أول يسأل هل ورد في السلوة النووية ما يثبت الفصد 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 فصاد ذال الفصد الذي هو يعني قرين الحجامة لكنه أعمق كده أنا تقصد أيوه نعم لا أعلم سندا ثابتا في هذا الباب هل يكون في الحجامة يا شخنا؟ والله يعني هو هي حجامة لكن غياته أنا يكون أعمق شوية طيب شخنا بركة الله فيك يكون أخوه مسافر برا مصر آآ يبعت له فلوس آآ أفعل يدخل في مشروع شركة لكن هو خايف يكون الفلوس دي خايف بس يكون الفلوس دي جاء من قروض أو شاء ليس عليه اسم ليس واسوس طيب آآ أخ شغال في المحاريب الموجودة في المساجد اللي هي قطع الرخام الفاطمية دي الأديمة دي اللي حداك عارفها المتشرف في أغلب مساجد مصر دي طيب آآ هل يستمر في العمل ده ولا لا؟ يعني وجزء من العمل أكيد أنه جزء من العمل اللي ستخصصه هذا فقط يعني هو لو جزء من العمل يعني هو بيعمل هو بيعمل رخام للمسجد ففيه الرخام قالوا له القبلة تحتاج إلى رخام عمله ما فيش شيء يا سيد تمام السلام عليكم سيئلة النهاردة غريبة شوية مش عارف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقت شيخنا أخبار حضرتك الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يحفظ حضرتك وياكم سؤال بس بسيط كنت تزوجت وحصل خلاف بسيطة نتزوج في بيت العيلة ايه حصل خلاف بيني وبين زوجتي وأهلي في البيت وان كانت اه حصلت اخطاء اه من زوجتي في البيت وانا ما عايتش يتصرف في الوقت ده وحل المشكلة فحصل خلاف وخرجت ان البيت خالص طلقت اه اه عشان يعني الخلاف ما يجبرشي والدنيا ما تجبرشي فحصل خلاف واخر حاجة وصلنا لها ان انا اطلع بره البيت انا وزوجتي واعزل بره البيت طيب السؤالة وانا دلوقتي السؤال انا بحاول ان انا والدي دلوقتي انا عازل بقى لسنة طلع بره البيت بقى لسنة خلال السنة دي بحاول ان انا اكلم طبعا جدتي في البيت واكلم اه والدي في البيت حبيب خلص سؤالك السؤال ان والدي دروح تعطع الصلة ومش هعاوز ورافض ان هو يكلمني فالان عليها زنب دلوقتي وانا بحاول كتير جدا بأس عليك زنب ما دمت أدأت الذي عليك واصل الاداء واصل الواصل قدر الجاد والاستطاع ولم تأثم ما دمت مظلوما ولا تستطيع ان تعالج المسألة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخنا صدق عندي سؤال عن حديث في مجموعة فتاة وشيخ الإسلام ايه اللي هو الحديث موريسي الصحيح وهو يقول قرع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قال مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة لا يصح لا يصح تمام شكرا جزيكم الله الله بركيك بارك الله فيك كريم نبيل السلام عليكم السلام عليكم الشيخ عليكم الحمد لله شيخنا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه ذرا مورانا بعد اذنك كنت النهاردة في الشغل وآه حلفت على شيء كده بالطلاق ان هو معي وعلى ألم كان معي وانا وخطلت انا وزميلة عليه على الألم دا بتاعتي الألم دا بتاعي المهم ما انا مضيقن ان هو بتاعي فوزر عليها الطلاق الألم دا بتاعي حطت يدي بالشنطة دور ملعتوش بعد اما حلفت ومشيت بخصة الشنطة لقيته قال عليك رئيس لا المفت يا ليس لا يا من الخطأ ليس عليه شيء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل ازا هزا 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 الحمد لله ممكن اسأل حضرتك سؤال اتفضل برق الله فيك ازم محمد فيه غير عدو من المناخ في الشغل عاوز تفسد عن حاجة في الصلاة يعني هو لما بيصلي صلاة اربع رقاط دهر او عصر مثلا بيصلي اول رقعتان او ثلاثة واقف وبعد كده بيجي له الم في رقبته فبيصلي الرقعة او الاثنان الاخراميين هو صحيحة طبعا ماذا يصنع يعني مريض قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطف قائدا فإن لم تستطف على جنب ما هو بيحصل له كده كل صلاة يعني كل لا بأس ما مريض يا اخي لا تعاق دي الناس صلى الله سلم اه بارك الله فيك يا وقت شاي الماء عفيفي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ انا الحمد لله نبي خير طيب سيد قد رأيحكم احنا عندنا ذحين المطبخ فيك نعم احنا عندنا عندنا في الزيت يعني إجادات ومطبخ ايضا فيها صور تشبه الصليب عندكم صور تشبه الصليب ايوه ما هو الصليب اللي من تحت طويل اللي هو اقرب من الزيت يعني في البيت صور تشبه الصليب اي نعم في حالة في السجاد في الجدار لا انا اخشى انك تكون مواسوس اه اخشى انك تكون مواسوس لانك ممكن انت تتخيل اي شيء ممكن تتخيل اعمدة البيت وتقول هذا العمود عليها الصليب فتتعب نفسك وتتعب عليك ما لم يكن صليب صريحا لا بأس به لا هو ما هو الصليب اللي هو الصليب حق المصارى ما انا قلت لك ما توسوس الله يغفر لك ولكن اشبه بالزعيد يا حبيب الله يغفر لك ما لم يكن صليب صريح واضح لا توس انك ستتعب ستتخل على البلاط اللي في المامشة انه صليب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اه يا شيخ انا بالوقت ليا لزن مالية خاصة وانا متزوجة وانا كنت عايزة ضلع زكاة المال وزوجي يعني هو الحمد لله حد وميوصرة ولكن عليه عليه داين يعني الابد اللي بيقضوا ما بيكافش البيت بس الحمد لله فينفع الزكاة المال ادلوا منها جزء ولا لا هنا حصل للعلماء اختلاف بسبب حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها ارادت ان تتصدق فقال زوجها بن مسعود انا وولدك احاكم ان تصدقت عليهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه فقال نعم زوجك وولدك حق من تصدقت عليهم لكن السؤال الذي اشكل على بعض الناس هل هذه الصدقة كانت صدقة فريضة ام كانت صدقة نافلة لكن نرجع نقول ان الله تبارك وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين فاذا كان زوجك فقيرا او مسكينا وكنت تعطينا الفقراء والمساكين من امثاله مثل ما يعطى فلا بأس بذلك لان المرأة لا يجب عليها ان تنفق على زوجها طب المسكين دي يا شيخ اللي هو المرتب بتاعه كان عندي كترة ارض انا رجع سكن في قرية وعندي كترة ارض فحبت ابناها باتيا فجبتهم جول علشان ابنيها فجينا متحسب على عجرته في الاخر اللي بعد ما بنا فعندنا عقفة في البلد لو مثلا المبلغ طولها 100 الف يخصمها ياخد تكعين تحاسمها خاصة كده يخصم لك مبلغ فهو ما يقول له انا مش اخصمها في حينكتها فهو ليه عندي فلوس داقية وانا مش رجب يديه الفلوس بكله طرف العرف ده موجود في البلد العقود تقضي على العراف اذا كان هناك عرف وهناك عقد واضح العقد الواضح ومش عاكد احنا مشيين بالوضع الموجود في البلد العقد الواضح يقضي على العرف ماش عاملين عازل مش انت متافق معه على مش لازم يكون مكتوب لا احنا متفقين من المترف كذا في كل حاجة بس هو بيجي في الاخر مسلا طلال المبلغ العجر بتاعته 100 الف المعروف في البلد عرف من يخصم عشرة ريال ما استطيع التكلم ازا لا يلزم بهاد بطيب النفس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ الله بارك فيك يا رب بالنسبة لصلاة النسل للقادر على القيام وهو يحابب انه يصلي جالس يعني لانه بيكونه مرتاح اكثر ويصلي اكثر فهل يلزم منه القيام في تكبيرة الاحرام لا لكن اجره على النصف من اجر القائم عفوا اجره على النصف من اجر القائم في النفل اذا صل الشخص النافلة جالسا لا يلزم بان يبدأ تكبيرة الاحرام قائما ولكن عموما اجره على نصف الازل القائم اما في الفريضة فلا يجوز له ان يصلي الفريضة جالسا مع قدرته على القيام نعم فقال ثاني اذا سمحت يا شيخ انا يكرمك بالنسبة لسجادة الصلاة اذا كان عليها سوء مجسم او سورة الكعبة فهل يكره الصلاة عليها او لا بأس الصلاة انما تكره على كل شيء يشغل المصلي سجد ملونة ستائر ملونة امامي الصلاة تجوز لكن لا تبطل لا تبطل وتكره لكن لا تبطل اما ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لها اعلام فلما انقضت الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه واتوني بانباجنية ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سطرت عائشة رضي الله عنها سهوة لها بقيرام سطارة ملونة قال يا عيشة اميطي عني قرامك فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي وعمر يقول في بناء المساجد اياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس فالاشياء التي تشغل المصلين ينبغي ان نتقياها اذا اردنا الخشوع في الصلاة الا انها لا تبطل الصلاة اذا صلينا عليها والله اعلم هل بوجوده على سجادة الصلاة يعتبر قلت لك لا ليس امتهانا لا توسوسي انا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله بعد انت حركة عندي يعد تأثيرها اه جزاك الله خيرا صدق السلام علي حكم لمس اليد يعني الواحد تفت الكتابه على واحدة بس اه لما عميش فرح يعني محبش ده دخول به اه كتب كتاب هل يريد الزوء ان يمسك يدها او كده عقد على مرأة عقد النكاحي يسأل هل يجوز له ان يقبلها وامسك يدها نعم يجوز زوجته لكن البناء يعلن فقط تفضل لا طب لو كانت طب واحد معاش لمس يد اخته في الرضاعة عند عدم امن الفتنة هل لمسها حرام ولا لا نعم يجوز ان تلمس يد اختك من الرضاعة الله يغفر لك اه طب اه تقبير لدي المشايخ يعني احنا نزرس ليها وكده لا تجعلها عادة نعم لا تجعلها عادة لا تجعلها عادة الله يسهل له حلق اللحنة بالنسبة لانسان مضطر يعني انا اراحش المضطر لا اسم عليه نعم اذا اسبتنا انه مضطر فالمضطر لا اسم عليه لا لا اسم عليه لا اسم عليه يعني انسان يعني واحدة واحدة لا 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 في الحضر لا 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 اسعافه يعني هو في حيث ممرض يعني يعني عبد الثانه عور نفسه اه وشفته كان يموت يعني هل يجد اسعافه ولا يظهر للصلاة لا اذا الشخص هيموت يسعفه ولا ما يعني هو مش يسعين مش موت يعني يعني يعب جسده اه اه يعني كانت في حالة نفسه جد روح كبيرة اذا كان في خطورة محققة يجوز في هذه الحال انه اخر المغرب لا شاء لا في الخطر جزاك الله اياكم هل يجوز لبس تشيرت علي صورة لاعب كافر اسناء لعب الكرة انصحه ان لا يفعل ذلك لا تلبس الشتات لاعب كرة كفار نخش عليك فالرسول يقول من احب قوما اه عفوا الرجل مع من يحب المرء مع من يحب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حديث شوك مصطفى انا كنت عايزة اقول لحظةك على حاجة بس كذا تفضل اه في ناس بتفهم اه معاني الحديث خلص يعني ان كنت راتي مع صديق ليا فهو ليس عند حد وكله في فلوسه تمام نعم في احد الاصدقاء كنت بنقشه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام دلوقت عليه الصلاة والسلام ان هو كان ليس عند حد فهو بيقول لي النبي بيقول من مات دون ماله فهو سهيد ايه فهو بيقول لي لجوز ان انا دلوقتي اقتله 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 طبعا مش ده معنى معنى ان هتدفعه ان هو كان جاي يقتلك سهيد الحديث ايه يا شيخ مصطفى يعني هل يتصور ان انا نقول ان كل من له مال عند اخر ولا يعطيه اقتله لا طبعا فهم غلط ويقتله كده ان فهم غلط اه فهمه اذا سلمنا بصحة الخبر تسليما يقينيا لان بعض الولماء يعلوا بعيدا خفيفة اذا هجم علي يريد اخذ مالي كما في الحديث الاخر ذكره بالله لا تعطيه ان قتلني انا شهيد ان قتلت هو في النار تفي المقتصبين المقتحمين على الناس قطاع الطرق ونحيهم اما المدين لا نقول كل واحد عنده الاخر فلوس انه يقتله لا ابدا لا حل دمرين مسلم الا باحدى ثلاث ثايب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضل ما حكم عمل في دمج فيديوهات ترجمة لمسلسلات مثلا تاريخية دمج مسلسلات تاريخية المادة طيبة تنفع المسلمين او لا تنفعهم مادة المسلسلات تنفع يعني فيها مستدر اكبر من منصعها من ناحية الدين فيها مخالفات شراية الاصل الدين اذا كان فيها مصلحة في ديننا ودنيانا لا بأس لكن فيها مضر علينا في ديننا وفي دنيانا لا احداث تاريخية سيدنا يا حبيبي انا ما استطيع اقول الا على الاجمال ان ما رأيتها اذا كان فيها نفع في ديننا ودنيانا لا بأس انشر وانت مأجور اذا لم فيها ضرر علينا في ديننا او دنيانا لا تفعل طيب لو حد يا سيدنا طلب مني انا مش همشانا اللي هانشره هو طلب مني ان انا ابدو ترجمة مكانة بس هو اللي هينشر انا يقول انت وهو شيء واحد نعم انت مساعد على البر والتقوى او على الاسم والعدوان على حسب العمل الذي تعمله هو العمل احداث ترغير سيدنا يا حبيبي انا اجابتك السلام عليكم زوجها احيانا نريد حقه الشرعي وانا استحي لوجود الابناء وريد ان اجل الوقت حتى ينام الابناء الاثم لان زوجي اتضايق جدا وادوا على الابناء قائلنا اللهم ان لم يكن فيه مخير في اهلكم اعوذ بالله يعني يعني وصل به الحد الى انه يدع على ابنائه بالموت لانه لم يقضي شهوته مع زوجته الحية التي تريد تنيم الاولاد اقول الوقت اتقل لا ما استطعته بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بك الشيخ مصطفى كيف حالك الحمد لله تفضل احنا انا من اليمن مرحبا بك حياك الله احبك الله الذي احببتنا فيه شيخنا انا اشترينا ارض كبيرة انا وشريكي وقمنا عليها مشروع وبعد مشروع المشاكل ماذا الحرب انتهى والان نريد نديئة الارضية هل يوجد علينا الزكاة؟ انتو كنتم تريدون انشاء مشروع عليها قمنا مشروع قد قمنا واشتغلنا سنتين ايوه وعجد المشاكل والحرب وانتهى المشروع اه رجعت لكم اه رجعت لكم ارضكم الارض حتى لا موجودة بس المعدات دو انتهت الارض موجودة والان نريد ان حان نبيئة هل يوجد علينا الزكاة؟ انتم كنتم تتاجرون في العقار ولا كان مصنع مثلا لا 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 كان مصنع مصنع تحليز مياه البحر لا الارض ليس عليها زكاة والمصنع ليس عليه زكاة لكن اذا قبضتم المال بعد نعم المصنع انتهى ها المصنع انتهى خلاص انتهى المصنع ومبقية الارض ليس عليها زكاة ارض المصنع ليس عليها زكاة ارض المصنع ليس عليها زكاة لكن اذا بعتموها واجتمع معكم من ثمنها مبلغ من المال ومرت عليه سنة تزكونها لما نبيعها ولو المبلغ مر عليها السنة معروف بيه ان حن نزكي عليه اي نعم لكن الان ارض المصنع ليس عليها زكاة ارض المصنع ليس عليها زكاة فكهناك وسatoriها زكاة ارض المصنع ليس عليها زكاة السلام عليكم السلام عليكم مصنع! السلام عليكم الله يبارك وانت كذلك حكم التبرع بالأعضاء البشرية وحكم التبرع بالدم وحكم مبنوكنا بالأمهات وجزاكم الله كل خير وياك وحدة وحدة علينا حكم التبرع بالأعضاء البشرية إذا كانت ستترك ضررا يقينيا على المتبرع لا يجوز تمام قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم أما إذا كانت لن تترك ضررا كبيرا على المتبرع وبها بإذن الله بإذن الله تحيى أنفس فقد قال ربنا ومن أحياه فكأن نمح الناس جميعا أما عن التبرع بالدم إذا كان لا يضرك فلا بأس بالتبرع بالدم أما عن التبرع بلبن الأمهات في بنوك الألبيان لا يجوز لاختلاط التحريم تتعرف أن الرضا يحرم ما يحرم النسب المسألة دي في أخلاف ونريد أن نكون أبعد الناس على الخلاف لأن الجمهور يقولون رضا واحدة تحرم السلام عليكم الحمد لله يوقل يا رب ولا يأس من رحمة الله والله يا شيخ مصطفى دعب ألي سبع سنين بدأ يا شيخ مصطفى ما فيه استمر استمر واستغفر الله من ذنوبي أنا تعبت يا شيخ مصطفى استغفر لا تيأس من رحمة الله ولا تقل يعني يا شيخ مصطفى يعني يعني يبدأ على طول يا أخي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يقول ليستجابوا لأحدكم ما لم يستعجل يقول قد دعوت دعني أكمل حديث النبي محمد يقول الرسول على السلام يستجابوا لأحدكم ما لم يستعجل قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء فواصل الدعاء واستغفر من ذنوبك واستشر أهل الصلاة في بلدك أقول لك على حاجة عشيك مصطفى أنا ما بحبش العيلة يعني أنا ما بحبش العيلة فبعضي يا ربنا على طول واستعجز من العيلة ودع ربنا أنه ما يحوجنيش لحد ربنا ما يحوجك لحد ولا يحوجني يا ربي كده يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أنا طيب من فضل الله بك نعم الأخبار الوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لا تصح سواء نزول بالركب أو نزول باليدين ولكن ورد أن أمر بإسناد صحيح عنه أنه يقدم ركبتي على يديه فبهذا عمل الجمهور من العلماء يرون النزول بالركبتين قبل اليدين والله أعلم والأمر في ذلك واسع شكرا لحظة الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يقول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت يعقوب أصبر أنت ابن آدم ولا ابن من نعم مش أنت ابن آدم نعم وآدم مش أبونا المباشر للصلب يا بني آدم كلنا أولاد آدم فيجوز نسبة الرجل لجده أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب نعم بلة أبيكم إبراهيم نعم فيجوز إطلاق الأب على الجد البعيد طمام شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم هل يسأل يا شخنا سأل كيف يمكن أن نجمع بين قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضرية وبين قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد هناك وجهان للجمع أحدهما أن فئة من أهل النار طعامها دائما وأبدا الغسلين وفئة طعامها دائما وأبدا الضريع واستعى الوجه الثاني زمنا طويلا يأكلون الضريع وبعد زمنا طويلا يأكلون الغسلين نعم فهمت كلامي الله يسلمك وعافينا وإياك يا رب يا رب يا رب ووجه ثالث أقول للطعام هنا بمعنى الشراب في الغسلين الغسلين صديد أهل النار على قول كمن لم يطعموا في إنهم مني والأولان أشهر والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا وحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له برك الله لنا في صحتك وعمرك ولك بمثل والسامعين والسامعات سؤال معلش آآ انتهالته من من أخ فاضل آآ هو راح آآ خطب أخ واحد راح خطب واحدة على أساس إن هي متجوزة قبل كده مرة واحدة بعد كده اكتشف بعد ما كتب الكتاب إن هي متزوجة أربع مرات مش مرة واحد قبل منه خطوبة ولا عقد لا عقد هو متزوجة عقد ودخلت لا 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 عفوا عفوا الجديد خاطب ولا عقد خاطب فقط خطب يا كتب الكتاب فقط يا أمي ما تلخبطش الدنيا الآن علينا خاطب ولا متزوجها عقد لا متزوجة عقد ولم يدخل بها أي والسؤال بيسأل على ليها نص المهر ولا ليها إيه بالضبط بما إنها خدعته فهو بيسأل إيه الحكم الشرعي غشته قالت أنا كنت متزوجة مرة واحدة وطلعت متزوجة أربعة حصل بنا بيها ولم يابني آآ لا لم يدخل بيها لم يدخل بيها يا الأصل إن لها نصف صداق لكن يقسم شيء من أجل الزواج الكذب في الزواج المتكرر يقسم جزء من المال لم تزوجة أكثر من شخص ما رأى أقل من المتزوجة وعندنا أصار العلماء هذه المسألة من قديم قالوا واحدة مثلا تبين أنها متزوجة وتزوجها شخص ودخل بها ولم يكن يعلم أنها تزوجت قال هناك فارق بين مهر البكر ومهر الثيب فيقسم منها قدر الفارق في بلدهم والله أعلم زي كان غش يعني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله طيب فضلت حديث سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمونا بإذن ربنا هل هذه الرقية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأن أيقه مغارك ما عندنا دليل على الخصوصية وخصية أخرى أثيرت حول هذا الخبر هل هي خاصة بتربة المدينة أم بتربة الأرض عموما ولا دليل على التخصيص والله أعلم يعني إذا اشتكى أحد الناس يجوز له أن يقوم بهذه الرقية والله يادا الثابت الثابت في الصحية لا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلامة عمد الله سيدي تفضل هل يشتطر في تكبرت الحرام ونظر لماذا سجد لا يشترط لا يشترط ما فيها مشكلة ما هو العلماء يقولون منهم من يرجح كالمالكية على ما أذكر النظر للأمام لأن النبي عليه الصلاة قال أعرضت علي الجنة والنار في أرض الجدار قالوا دل ذلك على أنه كان ينظر الأمام وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عائش أميطي عني قرامك استطارك كانت أمامه فلا زالت تصوير وتعرض لي في صلاته قالوا فدل ذلك على أنه كان ينظر للأمام نعم السلام عليكم وحليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أخي الكريم حفظك الله ولينا يا شيخنا ويشبتك ويزيدك بصيرة وعلم ونور وصدر علينا يا شيخنا ولك بالنسبة تصدر يا شيخ أنا بعيد المكالمة تانية بعد ذلك واختصرت على قد ما أدرت السؤال هل يجوز تعديل نسب توزيع الميراض في حياتي الورستي عقد بيع لأسباب وجيها ومضطر للبيع لهم في حياتي وإلا قد لا تمكنهم الحصول على معظم الميراض ولا أستطيع أن أعطيهم هذا الميراض في حياتهم لأنه في تجارة وهي الريع اللي بيصرف عليهم طيب ممكن تكتب هذا كله في ورق وتعطيه لشخص أمين إذا ميت أعطى لكل ذي حق حقه كيف يعطيهم المال تجارة تأتي بعائد أمال أنت كيف الآن يا عزم أنت كنت تقول أريد أن أكتب لهم كيف ستكتب أكتب عائد بيع لورستي هذا وهو أهلم التاجر ده هذا ما أشار عليه به المحامي يا حبيبي ماذا ستكتب لهم يا حبيبي ما يسطح أن أنا أبيع المال المال لا يباع أبيع ألف جنيه أكتب أن أنا أبيع تألف جنيه أه أنا لا يعني أكتب أي صيقة تجوز أن التجارة دي شهمي في هذه التجارة يا حبيبنا هي فلوس ولا عقار ولا مصانع لا تجارة تجارة لا يجوز بيع المال تجارة يا شيد يعني بضاعة بضاعة شركة في محال كنت أنا شريك فيه في يوم العيام وبعد المرضي اضطريت أن سأنخرج من العمل فيه يعني أنت الآن خرجت من العمل ماذا تركت ماذا تركت تركت بعض المال يعيد عائد يعدي زكاة هل يجوز بيع المال لا يجوز بيع المال لازم تحدد لازم تحدد ما فيش يجوز بيع نصيبي من التجارة لازم تحدد إيه اللذي ستكتب يعني في شركة التجارة أعتذر 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 تفاهم يا عبد الرحمن مش فاهمين مش فاهمين هو عايز يقول إيه يعني السلام عليكم عليكم السلام وحسن الله بكاته كان عندي سؤال يا فاست تتفضل اسأل دخلت مع إمام وأنا كنت مسبوق يعني هو كان سبقني باكعات ودخلت معاه فزاكعة تانية فهو جلس للتشاهد فزاكعة تانية عادي أنا معاشه أفقان ياقعة فلما قيته جلس فزاكعة تانية وقام معايت أنه فزاكعة تانية وبعدين قام في الثالثة وبعدين ساجب عادي وقعت في الثالثة للتشاهد وسلم المغرب ولا العصر فلما سلم انا قمت واتيت برقعات اللي فاتيت طيب الناس لماذا لم يذكرونه انا سبحت لكن هو لم يستجد انت الوحيد ولا في غيرك لا كان في غير طيب المأمومون الاخرون لماذا لم يسبحوا كان واحد بس وكان داخل مطبوك يعني مش عايف على اي حال انت قدرك انظر كم ادركت معه من الركعات واتممها اربعا انا عدكت معه ركعة وبعد ما هو سلم بعد التالتة دي وانا عدت معاه في التشاود في التالتة عدت معاه صلى على رسول الله انظر كم ركعة قضيتها معه واتمم صلاتك الاشاء طيب اي الموضوع تتعبتني انش فاهمي لا سئلة اليوم ما لها كده غريبة يا جماعة لا لا اقول شيء اشكر حالدي السلام عليكم اسئلة النهاردة غريبة عجيبة مش فاهمين السلام عليكم اللهم ساهل يا رب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله انا بخير بفضل الله جزاك الله عنا خير جزاء وياك تفضل عندي سؤال ايه لذا سمحت تفضل جاد الله فضلك السؤال الاول لو اني شريف بيت بقصد ان انا اجره واستفيد من ايجاره وفي نفس الوقت لو جاله بيع نبيعه ونشتري واحد تاني انت لست بتاجر عقار انت لست بتاجر عقار بالتوصيف المذكور سمام فليس على الاصل زكاة ليس على الاصل زكاة ايوان جزاك الله كل خير ايوان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي فتتك عامل الشيخ عامل ايه الحمد لله بارك الله فيك يا صار افضل يا بنتي هل يمكنك انت سؤالي سورة الشعراء والفرقان الشعراء الفرقان والشعراء يتبعهم الغابون والشعراء يتبعهم الغابون ألم ترى انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُوا 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 وَسِحْرَا وَسِحْرَا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْسَعْهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرا حسبك وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردتناه توسيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تكثيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرهم مكانا وأضل سبيلا حسبك حسبك أكملي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما حسبك بارك الله فيك أبلغي والديك السلام وأشكري أمك وأقولي للوالد بعد أن تبلغيه السلام أعطيك مئة ريال سعودي لأنه يعمل في السعودية والدها بارك الله فيه وحفظه الله يا داك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم نعم في سورة المائدة ربنا بيقول إن أنزلنا التوراة فيها ودى ونور وفي آخر الآيات بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الكافرون وفي الآية اللي بعدها قال له من لم يحكم بأنزل الله فأولاك هم الظالمون وفي الآية اللي في كمانا كلمة الكفر والظلم والفسق تتحد أحيانا أحيانا يأتي الظلم بمعنى الكفر والكافرون هم الظالمون والفسق يأتي أحيانا بمعنى الكفر فأحيانا يشتركان في المعنى وأحيانا يختلفان في المعنى تتحد هذه الإصطلاحات أحيانا وتختلف أحيانا أحيانا مثلا سباب المسلم في السوق وقتاله كفر في تفريق الأخت صارا لا تستهل أكثر من هذا بكثير ولكن حال والدها أيضا قد يكون والدها معسيرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا رب حكم الكفرين في الأحلام فكرة ومن علماء من يمنعها مطلقا لأنها أشبهت أشبهت المخيط السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا اللي كلمت حضرتك على أن أنا أهدي لزوجي يعني لو هو مسكين أهدي له من باجات المال فكنت عايز أسأل حضرتك لو هما ستة ثلاثة أو سبعة ثلاثة جنيه أقسمهم إزاي حضرتك قلت لي تدينه زي اللي هديديهم برا يعني مثلا إزا هو يعني فقير أوي ولا أمره لا لا مش فقير أوي ولكن عليه دين يعني عليه دين دين سبب إيه بيجيب لكم لحمة وكباب ولا بيجيب إيه؟ بيجيب عادي بس المرتب مش بيكفي لا أطعامك زي سير الناس ولا أقل ولا أكثر في الطبقة المتوسطة العادي يعني الطبقة المتوسطة العادي ممكن حتى يعني دينه ثلاثة ألاف وللناس الآخرين أيضا الفقراء المعدمين الله يسلمك الثلاثة ألاف التانين دول أقسمهم على كذا حد؟ الفقراء معدمين على حسب الحالة التي أمامك جبارة الله فيكم حبك الله يا سامي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم تفضل إني أحبكم في الله يا شكري كريم أحبك الله الذي أحببت أنا له أنا أخليك يا شكري آآ آآ ربنا بارك في عمرك يا شكري كان آآ أخليك آآ أقسم يمين طلاق آآ بالصيغة اللي أنا أقولها لحظاتك بالوقتي آآ اللي قال عليك طلاق بالثلاثة لو شفت آآ تكون كل ما تحل تحرمي لو شفتك نسكت التليفون تاني لها كسره أخي في هذه المسألة يعني أنه شدد على نفسه مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خوصنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فقف لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أسرفنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا قل لنا ذنوبنا وإصرافانا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم زيدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغ علينا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيمانينا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عفيتك وفجاءة نقمتك وجمع صختك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين اللهم يا ربنا أخذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأن تراد عننا ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا ربنا إنك رؤف الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة آئن واجعلنا للمتقين إمامها ربنا أوجينا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدين وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبن إليك وإن من المسلمين اللهم ارجعنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وطيب أقوى لنا وحسن أخلاقنا وأصلح نوايانا وسلسقائم قلوبنا يا رب العالمي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته